ولكن دلوقتي منظمة الصحة العالمية بتحذر ان في موجة تانية جديدة والمشكلة دلوقتي ان احنا مش عارفين الموجة دي يعني ايه الاعراض و ايه اللي هيحصل بعد كده في كوفيد-19 لان كان عندنا امل ان احنا نلاقي مصل او لقاح ان احنا نخلص بقى من التوتر والقلق اللي كان بيجينا على طول بسبب كوفيد-19 لغاية دلوقتي احنا في العودة التدريجية الاول كان فيه اغلاق تام بعد كده العودة تدريجيا بعد كده بقى العودة التامة ان احنا نلاقي مصل او نلاقي لقاح على اساس ان احنا نقول الحمد لله يعني اخيرا نرجع لحياتنا الطبيعية تاني ويكون فيه تعايش بنا ويكون فيه حياة زي الاول كمان واحسن ولكن دايما القلق والتوتر بيجينا بخصوص كوفيد-19 لان دلوقتي احنا في اخر الصيف سوريء وابداية الخريف بيبتدي الفيروس ممكن يزيد تاني ده اللي هنعرفه اكتر واكتر النهاردة مع الدكتور احمد شهين استاذ علم الفيروسيات هيعرفنا مدى صحة اللي بتقال ده ايه هل فعلا فيه موجة تانية طبعا منظمة الصحة العالمية حذرت وقالت ان فعلا فيه موجة تانية طيب الاجراءات اللي احنا ممكن نتباحها ايه احنا ممكن نعمل ايه في الفترة دي ازاي نتجنب الموجة التانية وهل فعلا ممكن توصل لنا تاني هنا احنا مكناش متوقعين ان ممكن يحصل قلق قوي كده ولكن كوفيد-19 الصراحة لغاية دلوقتي احنا مش عارفين ايه هو اللي هيحصل طيب تعالوا كمان نعرف تقرير وزارة الصحة الحالات الجديدة والحالات اللي تم شفاقها اول حاجة الحالات الجديدة 206 اما عدد الوفيات 19 هدد حالات اللي تم شفاقها 68713 واجمالي عدد المصابين 97825 وعدد الوفيات اوجمالي الوفيات 5317 طبعا المؤشرات بتقول ان احنا خايفين يكون فيه تزايد اكتر من كده فعلينا ان احنا يعني نتبع الاجراءات الاحترازية شوية وان احنا ناخد بنا وان احنا كمان نلبس الكمامة لان برضو فيه ناس لغاية دلوقتي بتستهتر في الموضوع وبتحس ان فيه خلص يعني كوفيد-19 انتهى ولكن منظمة الصحة العالمية ارجع واقول برضو نبهي تاني ان فيه موجة جديدة لكوفيد-19 وطيب اعراضها ايه؟ يعني هل نفس الاعراض هل فيروس كورونا او كوفيد-19 هيبقى معانا على طول ولا هيبقى يعني زي الفلوانزة عادية موسمية بتجينا كل سنة طبعا دي مشكلة بتقابلنا كتير جدا لان احنا دايما بننبه ونقول ان احنا يكون عندنا الاجراءات الوقائية كويس جدا ولازم نتبحك كويس جدا وخصوصا كمان في الفترة اللي جاية لان احنا لازم ننزل ونشوف شغلنا طبعا والعودة تدريجيا يعني احنا لسه كمان ما وصلناش للعودة التمة خالص يعني دلوقتي الصين بتقول ان لازم ان احنا نمشي في الاجراءات الوقائية لان هي البقرة من مدينة وهارن في الصين لغاية دلوقتي طبعا احنا لسه ما لقناش مصل ولا لقاح فبالتالي علينا ايه ان احنا نتبع الاجراءات وان احنا نلبس الكمامات وان احنا نخسل ايدينا باستمرار فده شيء مهم جدا جدا طبعا علشان خاطر ان احنا نعدي المرحلة دي دلوقتي كل دولة افل على نفسها كل دولة دلوقتي بتحاول ان هي تشوف هات التبع ايه وان ايه الاجراءات وفي دول وفي بلاد دلوقتي هتعلن الاغلاق طبعا علشان خاطر ان هي تقدر تحكم الوباء والان هي تقدر تشوف هتتوصل ايه طبعا احنا لازم ننزل نشتغل ولازم ننزل نشوف الحياة من اول وجديد وبعدين في دراسة وفي حياة لازم تستمر لكن دلوقتي عندنا كوفيد-19 وفي المرحلة دي وفعلا حذره منظمة الصحة العالمية حذرت وقالت ان الفترة دي بتبقى صعبة جدا جدا خصوصا ان احنا ما نعرفش مدى الفيروس ده ايه وان احنا لغاية دلوقتي ملقناش ليه مصر فناخد بنا من المرحلة الصعبة لان هي اي فيروس او وباء بيمر بثلاث مراحل لازم يكون اول مرحلة ان احنا الاغلاق التام وكلنا شفناه وشاهدناه طبعا والعودة تدريجيا وللأسف احنا لسه في العودة تدريجيا ولكن ان احنا استهترنا بالموضوع في الاول ولسه مش عارفين الموضوع هياخدنا لفين لكن العودة التامة دي اتمنى ان نوصل لها باذن الله ونشوف اللي هيحصل ويكون قضينا على فيروس كورونا ولكن في بعض العلماء والباحثين بيقولوا ان ممكن يكون زي الفلوانزة العادية يعني ممكن تيجي موسمية في كل سنة وهناخد لها علاج عادي خالص بس الغاية دلوقتي احنا ما توصلناش لمصر ولا لقاح رغم اللي احنا الغاية دلوقتي يعني على مستوى العالم في دول فعلا متفوقة بس للأسف جي كوفيد-19 بين العالم وضعف العالم كله قدام كوفيد-19 ما بين ان احنا عندنا امال ونقول ان شاء الله ان احنا هنعدي ونشوف وما بين ان احنا عندنا يأس وقلقانين ان احنا ما نشوفش مصر دي او نتوصل لمصر وللأسف تمان الجيل اللي جاي الجيل اللي جاي ده مشكلة كبيرة جدا يعني هو جيل كله فعلا مشاكل من الاول وجيل يعني احنا عايزين نبقى جيل ناصح وواعي وفاهم الحياة ماشية ازاي ولكن دلوقتي فيروس كورونا وقفنا كلنا وكتفنا وللأسف تحس ان العالم كله جات له فترة ان هو جاله شبه حالة شلل او توقف فطبعا في دول الاقتصاد فيها انهار وفي دول تانية بتبدأ تستعيد نشاطها وقوتها تاني من اول وجديد ولكن علينا في الاول وفي الاخر الاجراءات الاحترازية ان احنا لازم نتابع الاجراءات الاحترازية كويس جدا وناخد بالنا عشان ما نستهترش بالموضوع ونقول بعد كده الحالات الاصابات دي كلها جات منين او ان احنا نرجع تاني لحالة الاغلاق التام والعزل دي والحاجات دي فاحنا احنا بغينا عن كل الكلام ده ان احنا لازم يكون عندنا وعي ويكون عندنا ثقافة كويس جدا بسبب كوفيد-19 زي ما دايما ما بنقول ان احنا نغير نمط حياتنا اليومية وان احنا نشوف ممكن نتابع ايه وسلوكياتنا كمان تتغير لان فعلا دي حاجة جات في مصلحتنا ان احنا نغير حياتنا وطريقتنا وسلوبنا تاني ولكن دلوقتي احنا كنا عايزين نعرف معلومات اكتر واكتر من الدكتور احمد شهين بس للأسف التليفونات كلها دخلة في بعضها مش طيب اوكي طيب اوكي احنا منتظرين الدكتور احمد شهين للأسف التليفونات كلها برضو مش مجمعة ولكن احنا عايزين نعرف بس هل فعلا ان احنا العالم كله بيواجه موجة جديدة ولازم ان احنا ناخد بنا كويس منها علشان خاطر تعدي على خير طيب مشاهدينا الفقرة التانية هيكون معنا الفقرة الطبية هنتكلم فيها عن التركيبات الاسنان الابتسامة شيء مهم جدا جدا في حياتنا الابتسامة هي اللي بتعكس صحة الاسنان فبالتالي الصحة شيء مهم جدا بتعكس كمان الجمال فانت لما تاخد بلك من اسنانة كويس جدا وتحافظ عليها فده بيساعدك على ان انت بتكون بالصحة جيدة وجميلة والابتسامة شيء جميل جدا ابتسامة هوليوود انتشرت مؤخرا على مستوى النجوم والممثلين وبعض الناس اللي بيحبوا يظهروا ابتسامتهم الجميلة ولكن فيه ناس بتكتئب وبيجيلها كده حالة اكتئاب من الاسنان لان الاسنان بتاعتها بتبقاش مظبوطة او فيه اسنان وقعت او فيه ظروف حصلت ليهم مثلا مرض او حاجة فالاسنان كلها ما بقتش يعني موجودة فبالتالي بيرجعوا تاني ويفكروا ويوصلوا لحل في تركيبات الاسنان النهاردة هنعرف مع بعض ايه تركيبات الاسنان وانواحها وكمان ايه الفرق بينهم وافضلهم ايه وهل فعلا بتركيبات الاسنان ممكن تمشي مع اي شخص او اي مريض حابب انه هو يركب اسنان ويحصل على ابتسامة هوليوود ده اللي هنعرفه النهاردة مع الاستاذ محمود ابو الخير استاذ تركيبات الاسنان مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا